إنه التاسع من ربيع الأول الغدير الثاني هكذا وصفه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أحدثكم عن المناسبة زماناً وأحداثاً إذ لم يكن ذلك من مقاصد هذه الحلقات لكنني سأشير بنحو إجمالي إلى ما يرتبط بهذا العنوان المهم الغدير الثاني سؤال أسأل الشيعة وأنا من بينهم يا من تقولون نحن شيعة ماذا فعلتم مع الغدير الأول حتى يتوقع منكم أن تفعلوا حسناً مع الغدير الثاني لقد نقضتم بيعة الغدير الأول نقضها مراجعكم وأنتم ركضتم وراءهم مراجع الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى ينقضون بيعة الغدير ولذا فإن إمام زماننا قد خاطب أكثرهم في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة وهو يخاطب مراجع الشيعة بالدرجة الأولى وزعمها الشيعة وعبرهم يتوجه الخطاب إلى عامة الشيعة الذين هم على دين مراجعه مذجنح كثير منكم خطاب إلى مراجع الشيعة سهود الله وجوه هؤلاء الكثير الذين يخاطبهم صاحب الأمر فيقول لهم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا حال أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة في بدايات الغيبة الكبرى فما حالهم الآن لقد ذهبوا في الاتجاه الأكثر ضلالا في الاتجاه الأبعد والأبعد 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 عن إمام زماننا لقد ابتعدوا عن إمام زمانهم بكل ما أوتوا من قوة ومن طاقة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه أنا لا أريد أن أحدثكم عن مقتل عمر بن سعد في مثل هذا اليوم حيث قتله المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه قتل ذلك الكائن اللعين النجس عمر بن سعد ألا لعنة الله عليه لا أريد أن أحدثكم عن هذا الحدث الذي وقع أيام نهضة المختار وثورته الحسينية ولا أريد أن أحدثكم عن مقتل الخليفة عمر إنه عمر بن الخطاب ففي مثل هذا اليوم قد قتل بحسب أحاديث أهل البيت وبحسب ما يعتقده عوام الشيعة لا بحسب ما يعتقده مراجع الشيعة فمراجع الشيعة من السيستاني وغيره ومن الذين سبقوه ومن الذين يعاصرونه إنما أشير إلى السيستاني لأنه المرجع الأعلى فهؤلاء المراجع يعتقدون أن الخليفة عمر قد قتل في آخر ذي الحجة بحسب رواية الطبري في تأريخه ورواية أمثال الطبري هم يرفضون ما جاء عن أئمتنا من حديث مروي عن أمير المؤمنين من أن عمر بن الخطاب قد قتل في هذا اليوم مراجعكم الأعم الأغلب وأتحدث عن المراجع الذين تقلدونه الآن وفي سابق الأيام عبر تأريخ حوزة النجف المشؤومة مراجعكم يرفضون حديث العترة ويبنون معتقدهم على ما رواه الطبري في تأريخه وما رواه أمثال الطبري ويصدرون فتاواهم في كتبهم الفتوائية الفقهية وفقا لما قاله الطبري ويرفضون ما حدثنا به إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن سيد الأوصياء عوام الشيعة يقبلون هذا المضمون فعوام الشيعة هم أبعدوا عن قذارات الطوسي والأنصاري والخوئي والسيستاني عن قذارات علم الرجال وعلم الأصول وعن كل أنواع تفاهات حوزة النجف وكربلة أنا لا أريد أن أخف طويلا عند هذه النقاط إنما ألفت أنظاركم إلى ما رواه لنا أحمد ابن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الهادي من أن هذا اليوم وهو التاسع من ربيع الأول هو يوم عيد وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت وعند مواليهم أفضل الأعياد هذا حديث إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به أحمد ابن ابن إسحاق القمي من عيون شيعة أهل البيت يحدثنا عن إمامنا الهادي من أن هذا اليوم هو يوم عيد وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم إنني أقرأ عليكم من الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه في الصفحة التاسعة والسبعين رواية طويلة مفصلة يحدثنا بها إمامنا الهادي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم من جملة أسماء وأوصاف هذا اليوم أمير المؤمنين يقول من أن هذا اليوم يوم الغدير الثاني يوم الغدير الثاني لا بمقتل عمر بن سعد ولا بمقتل عمر بن الخطاب إنه اليوم الأول بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري إنه اليوم الأول من أيام الإمامة الفعلية لإمام زماننا الحجة بن الحسن مراجع الشيعة يرفضون يرفضون ما تعتقده عامة الشيعة من أن الخليفة عمر قد قتل في هذا اليوم وعامة الشيعة لا لا يعبؤون باليوم الأول من إمامة إمام زماننا الفعلية إنه إنه اليوم الأول بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري إمامة الحجة بن الحسن ثابتة في أعناقنا مذكنا في الذر ثابتة في أعناقنا مذكنا في أصلاب آبائنا وأجدادنا وفي أرحام أمهاتنا وجداتنا ثابتة في أعناقنا بايعتها عقولنا وقلوبنا لكن الإمامة الفعلية في أول يوم من الأيام بعد يوم استشهادي إمامنا الحسن العسكري وصف هذا اليوم بالغدير الثاني وصفه أمير المؤمنين من أنه يوم عيد الله الأكبر هو الغدير الثاني اهتمام اهتمام عامة الشيعة بمقتل الخليفة الثاني في هذا اليوم شيء حسن حسن لكن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أي أمر هو مقدم عندها مقتلوا عمر بن الخطاب مقتلوا عمر بن سعد أم أن إمامة القائم تحققت بنحو فعلي في الأرض في هذا اليوم ماذا تعتقدون أنتم أي الأمور أهم إمامة القائم أم مقتلوا عمر من هنا وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصف هذا اليوم بالغدير الثاني إنني أقرأ عليكم من الصفحة الثانية والثمانين والثالثة والثمانين من الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار عن إمامنا الهادي عن سيد الأوصياء صلوات الله عليهم فالتاسع من ربيع الأول هو الغدير الثاني وهو عيد الله الأكبر ومثل ما حدثنا ابن إسحاق القمي عن إمامنا الهادي من أن اليوم هذا هو أفضل الأعياد عند أهل البيت صلوات الله عليه أنا لا أريد أن ألفت أنظاركم إلى طقوس هذا اليوم الطقوس شيء مهم لكن الطقوس لا قيمة لها من دون مضمون العقيدة السليمة يا أشياء عالية هذا يوم الغدير الثاني حاسبوا أنفسكم ما هو موقفكم من الغدير الأول ففي الغدير الأول اشترط علينا رسول الله أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نأخذ الفهم أن نستنبط الأحكام الشرعية وأن نستنبط عقائدنا وفقا لقواعد المنطق العلوي فقط فماذا فعل مراجعنا نقض كل ذلك بالتمام والكمال وركضنا وراءهم لقد نقضنا بيعة الغدير الأول نقضا كاملا تاما ومن هنا فإن مراجع النجف وكربلا أتحدث عن حوزة الطوسي عن هذه الحوزة الملعونة المشؤومة لا تعبأوا بالغدير الثاني فمثلما نقضت الغدير الأول فإنها بطريقة مباشرة نقضت الغدير الثاني هناك هناك ارتباط هناك تواصل ما بين الغدير الأول والغدير الثاني وقد حدثتكم عن هذا في مجموعة حلقات أعرف إمامك فنحن لن نبايع علي إذا لم نبايع صاحب الأمر وبيعتنا لعلي لن تتحقق إلا ببيعتنا الصادقة الوفية لإمام زماننا الحجة بن الحسن المناسبات محطات لها طقوسها والطقوس مهمة لكن الطقوس لا قيمة لها من دون أن ندرك مضمون تلك المناسبات وفقا لمنظومة العقيدة السليمة ففي هذا اليوم لا أريد أن أوجه أنظاري إلى طقوسه أريد أن أوجه أنظاري إلى مضمونه الغدير الثاني هو هذا المعنى الكامل التام لفرحة الصديقة الكبرى من هنا بدأت الحلقة بالسلام على إمام زماننا وخاطفته قائلا سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها والحبور هو السرور ولكن بنحو بخصوصية تميزه في مرتبة من مراتب الفرح لا أريد أن أخوض في تفاصيل اللغة وشؤونها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر